هذه بنت تقول البنت الحزينة من الرويس في الحقيقة هذه لديها مشكلة طويلة ولعلنا نلخصها تركيص تذكر أنها استعملت ولدتها بعض الأدوية أو العقاقير على رأسها مما أدى إلى تساقط شعر الرأس أو معظم شعر الرأس وتقول أن هذا ترى فيه بعض الشيء أو الخجل أو من هذا القبيل عندما تجبس مع النساء الأخريات وتذكر أن شخصا فيه مثل ما فيها تساقط معظم شعر رأسه واستعمل علاجا وشفية رأسه ونبت شعر غزير وتقول أنه شفية هذا الرأس ونبت شعر بكمية غزيرة وأرادت أن تأخذ منه العلاج إلا أنه ذكر أن هذا العلاج بعدما شفية هو إذا أعرف من أحد الذين يقرؤون اللغة الإنجليزية أن هذا العلاج يحتوي على شحم الخجير وعلى شيء من دمه وهي تريد أن تعرف هل يجوز لها أن تستطب بهذا الطب كما أنها تحرجت من استعمال الباروكة لأنها ترى أنها محرمة على المرأة المسلمة وترجو الإفادة من قبل الباروكة الحمد لله هذا السؤال يتضمن الحقيقة فقرة كيف الأولى بالنسبة لاستعمال الباروكة في مثل هذا الحال التي وصفت حيث تساقط شعرها على وجه لا يرجع معه أن يعود على هذه الفقرة نقول إن الباروكة في مثل هذه الحال لا بعس بها لأنها في الحقيقة ليست إضافة تجميل ولكنها إزالة عيد وعلى هذا فلا تكون من باب الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله فقد لعن الواصلة والمستوصلة والواصلة التي تصل شعرها بشيء لكن هذه المرأة الحقيقة لا تشبه الواصلة لأنها لا تريد أن تضيف تجميلا أو زيادة إلى شعرها الذي خلقه الله تبارك وتعالى لها وإنما تريد أن تزيل عيبا حدث وهذا لا بأس به لأنه من باب إزالة العيد لا إضافة تجميل وبين المسألتين فرق وأما بالنسبة لإستعمال هذا الدواء الذي فيه شحم الخنزير إذا ثبت أن فيه شحم الخزير فهذا لا بأس به عند الحاجة لأن المحرم من الخنزير إنما هو أكله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وقال تعالى آمرا للنبي عليه الصلاة والسلام قل لا أجد فيما أحيى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما حرم من الميتة أكلها وأنه أذنى الانتفاع بجلدها بعد الدبر وثبت عنه أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيا الخنزير والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شهوم الميتة فإنه يطلع بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو حرام يعني حرام من الطلاب يعني البيع يعني البيع لأنه هو موضع الحديث والصحابة رضي الله عنهم أوردوا هذا لا لأجل أن يعرفوا حكم هذه الأشياء لكن لأجل أن يكون مبررا للبيع قالوا هذه المناثل التي ينتجوا بها الناس بشحون ميتة ألا تبرروا بيعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام لا هو حرام وعلى هذا فاستمالوا هذا الدواء في دهن الرأس به إذا صح أنه مفيد فإن الحاجة تداية إليه وعلى هذا فإذا استعملته فإنها عند الصلاة عند الصلاة تغسله نعم لأن شحم الخنزير نجس هذا إذا ثبت نعم نعم وأن لها أن تستعمل الباروكة لأنها ليست من التي تريد أن تزود شعرها ولها أن تستعمل العلاج وإنما تغسله عند أداء الصلاة أحسنتم ترجمة نانسي قنقر